من جديد أهلا بكم انتقدت جهات دينية وسياسية وشعبية دعوة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش أبو بكر البغدادي المسلمين إلى الانضمام إلى ما أسماها بدولة الخلافة الإسلامية التي أعلن عنها مؤخرا في المقابل حذر رئيس الحكومة نور المالكي دول المنطقة من إعلان دولة الخلافة التي قال إنها تضعهم في دائرة الخطر فهلموا إلى دولتكم أيها المسلمون نعم دولتكم هلموا فليست سوريا للسوريين وليس العراق للعراقيين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين هذا جزء من الرسالة الصوتية التي دعا فيها زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المسلمين بعد تنصيبه من قبل التنظيم خليفة لهم إلى الهجرة لبلاد الخلافة الإسلامية والاستمرار بالقتال ردود الفعل المنتقدة لهذه الرسالة جاءت متوالية بدأتها هيئة علماء المسلمين التي يقودها حارث الضاري عن طريق بيان أكد أن البيعة لهذا التنظيم غير ملزمة لأي أحد كونها تعطي للحكومة تأييدا دوليا لملاحقة التنظيم وتعزيز الإلقسام بين الفصائل التي قادها واستولى على مساحات واسعة من الأراضي العراقية في المقابل وصف رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إعلان دولة الخلافة بأنه رسالة لدول المنطقة وضعتها في الدائرة الحمراء داعش التي تحولت إلى دولة الخلافة اليوم والتي هي رسالة للدول في المنطقة أنكم أصبحتم ضمن الدائرة الحمراء كانت داعش تتحدث عن دولة العراق والشام اليوم تتحدث عن دولة الخلافة في المنطقة رسالة البغداد ودعوته كان لها صدم في الشارع العراقي ولكن ليس وفق ما يتمنى فهو بالنسبة لهم قد شوه صورة الإسلام بقطع الرؤوس واستباحة حرمات المسلمين وآخرون فضلوا الانضمام إلى صفوف الجيش ومواجهة داعش بدلا من تلبية دعوة البغدادي اللي اسمه بهيش ياسم يكون مسلم شريب يكون دعب الإسلام يكون يطفتها للإسلام الصحيحة مو يطفت وتكفير وذبح وقتل نتطوع في صفوف الجيش العراق المواجهة داعش مو يا داعش وإن شاء الله منصور الجيش العراق عليهم وعلى أنصارهم وعلى أعوانهم كلها تنظيمات مسلحة أخرى انتقدت إعلان الخلافة الإسلامية بشكل عام وقالت أن شروط الخلافة لم تتحقق حتى الآن ووصفت إعلان التنظيم للخلافة بأنه تهرب من جرائم قام بها بإضفاء صبغة شرعية عليها ويرى مراقبون في دعوة البغدادي بأنها تأتي في إطار الحرب الإعلامية مستغلا بذلك تقدم المسلحين وسيطرتهم على عدد من مدن العراق أحمد فاضل الغدو العربي بغداد من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا السيد حسن هنية المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة سيد حسن أهلا بك العراق ليس للعراقيين وسوريا ليست للسوريين طبعا وفق رؤية البغدادي على كل المسلمين السفر إلى العراق والشام للمبايعة نتحدث عن هذا النمط الجديد من الجماعات المسلحة المتضخمة هل من سهل انتزاع الهوية وتركيب هويات جديدة دينية وسياسية أعتقد أن البغدادي يعلم ماذا يفعل جيدا هو يتلعب لا شك بالهويات لأنه نعلم أن هذا التنظيم هو الأساس تنظيم قائم على أساس هوياتي بمعنى إذا كان تنظيم القاعدة وهو كان فرعا عن هذا التنظيم قبل أن يتمرد عليه في التاسع من إبن لسان الماضي ويعلن دول إسلام في عراق والشام ثم في بداية رمضان يعلن عن الدولة الإسلامية وكذا بمعنى خلافة هو يداعب كما تعلم المخيال الاجتماعي للمنطقة السنية التي كانت هي تقوم على وحدة واحدة جغرافية سياسية باسم منظومة الخلافة قبل أن يتم أنهاء هذه الدولة عام 1924 وبالتالي التنظيم يريد أن يخاطب هذا المخيال وتحديدا يخاطب الجماعات الإسلامية السنية وبشكل أكثر تحديدا يخاطب تنظيم القاعدة الذي هو يتشارك معه في الأيدولوجيا السلفية الجهادية ولكن مع اختلافات جوهرية نعلم أن تنظيم القاعدة كان يخوض حرب ليست تمكين بمعنى يخوض حرب نكاية شوكة نكاية وكفة بمعنى أنه دفع الصائل فقط ومواجهة الهيمنة الغربية وكذلك يحاول أن يعمل نوع من الحكامة التمكين الشريعة أما التنظيم البغدادي فلا شك بأنه هو تنظيم منذ بدايته ومنذ تمرده بشكل أكبر يخوض حرب هوياتي على أساس استثمار هذا الصدع الهويات الطائفي الذي قام على أساس تقسيم العراق على أسس إثنية عرقية هوياتية كرد عرب وعلى أساس مذهب ديني سنة وشيعة هذا الأمر تطور كما نعلم منذ متصف أذار مارس 2011 وبالتالي أصبح الدخول في الخلاف وتدخل إيران والحرس الثوري وحزب الله وبقية الماليشيات الشيعية انحرفت طباع الصراع إلى أساس هوياتي وبالتالي قدمت تنظيم نفسه على أساس بأنه يمثل هذه الهوية السنية الممتهنة في المنطقة هنا أتوقف سيد حسن عند هذه الهوية الممتهنة كما تصف أنت ولكن هناك من يقرأ الموضوع من زاوية أخرى أن هنا يجر سنة العراق وسنة المنطقة إلى مهلكة أولا من حيث إضاعة مطالب مشروعة لسنة العراق قاموا بها ضد المالكي ومن باب آخر لا قبل لهم ولا طاقة بمقاتلة هذا التنظيم والخلاص منه في مرحلة لاحقة بحكم أن المتغيرات متغيرات العوام 2006 وما تلاها تغيرت لا وجودا للأمريكان لا قياما للصحوات ولا دعم حكومي ولا أمريكا ولا بتريوس بالتأكيد أعتقد هذا هو ما جعل هذا الحلف ممكن تعلم تماما بأنه عندما بدت تنظيم وأعلن في ذلك الوقت في عام 2006 عندما قتل أبو مصعب الزرقاو في يون حزاران 2006 ثم تولى أبو عمر البغدادي حامد الزاوي وأبو حمز المهاجر قيادة ما سمي في ذلك الوقت أمير الحرب أو وهو المسؤول العسكر لتنظيم القاعدة في ذلك الأوان كانت هناك الدولة في عراق ولكن شاهدنا كيف رفضها في ذلك الوقت المجتمع السني وتمت جميع الفصائل التي كانت في إطار مقاومة الاحتلال بدءا من الجيش الإسلامي كتاب ثورة العشين وصولا إلى رجال الطريقة النقشة بندية وأنصار الإسلام فضلا عن جيش الفاتحين والمجاهدين وعشرات الفصائل فضلا العان عن تشكل كما تعلم المكون الآخر وهو المجلس العسكري التي تكون من القيادات البعثية وكذلك في الجيش السابق المنحل بين فترة حكم صدام حسين ثم الآن ثورة أو مسلحي ثوار العشائر جميع هذه الأطراف كانت تقاتل هذا التنظيم آنذاك لكن كما ذكرت التحولات عميقة وجذرية منذ ذلك الوقت الوليات المتحدة الأمريكية انسحبت من العراق في نهاية 2011 ثم بعد ذلك عمد المالكي إلى ترسيخ سلطوية شخصية وقام على ترسيخ ما يسمى الصدع الطائف الهوياتي وبالتالي اختزل كل المناصب السيادية بدءا من رئاسة الوزراء وصولا إلى وزارة الدفاع فالداخلية وكافحة الإرهاب وجميع المجلس الأمن القومي وبالتالي شاهدنا كيف استثمر حتى الآليات القانونية بما فيها اجتثاث البعث في أقصد قصود السيادية وصولا إلى المسائلة والعدالة وكذلك قانون الإرهاب أنت بهذا تعرقن التنظيم والتنظيم يطرح نفسه بشكل أممي دعنا نتحدث في الخارطة الأممية لهذا التنظيم هو يتحدث في الوقت الراهن ربما حدوده العراق لكن هو يتوسع وهذا ما يحذر منه المالكي من تتوقع أن يكون في دائرة الاستهداف القادمة على اعتبار الصبغة الإسلامية للتنظيم أنا لا أعتقد أن هذا التنظيم يعرف ما يفعل تماما بمعنى هو يستثمر هذا الفراغ السياسي والأمني وعدم وجود حلول لو لا هناك ثلاث سنوات عقب ثلاث سنوات من الصراع المسلح بعد ثورة سلمية الذي انطلقت في متصف أذار مارس في سوريا وعجز جينيف واحد جينيف اثنين وأصدقاء سوريا عن فرض أي حلول سياسية في النهاية تم اختطاف جميع الحركات المعتدلة على طرفي الحدود في العراق وسوريا استثمر التنظيم هذا الأمر وبالتالي بدأ يجد نوع من الحواضن المحلية في هذه المنطقة الآن لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل لأنها كانت قد سحبت قواتها وهي على وجهك سحب قواتها من أفغانستان وبالتالي كما صرح البيت الأبيض والرئيس أوباما لا يستطيع أن يتدخل بقوات عسكرية برية مباشرة إنما في طائرات درونز أو طائرات استطلاع ثم بعض الدعم من خبراء العسكريين أي تدخل للأمريكان أعتقد سيكون صعب كما تعلم لا تستطيع إيران تدخلت لها في العراق لكن لا تستطيع أن تدخل بشكل صريح أيضا دول أخرى إقليمية أعتقد أن الوضع هناك صعب دون توليف سياسي بمعنى دون وصل إلى المشاكل الحقيقية التي أدت إلى ظهور التنظيم وهذا الطباع السياسية وهنا نعود مرة أخرى إلى التنظيمات المسلحة العراقية السنية تحديدا والتي ترفع السلاح والتي يبدو أنها في حيص بيس مما يجري مثلا نتحدث عن هيئة علماء المسلمين بقيادة أبضاري قالت أن البيعة غير ملزمة وبالتالي تركت البابة مواربا هل هي تؤيد أم لا ماذا بشأن جماعة مثلا ثورة العشرين النقشة بندية غيرهم صحيح أعتقد هذه الجماعات جميعا هي لا تريد في النهاية بيعة تنظيم الدول الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم الدول الإسلامية أو الخلافة ولكنها مكرهة أمام هذا الضغط الهوياتي والنفوذ وحركات التهميش على مدى سنوات بحيث أن السنة أصبحوا في عداد الإرهابيين بدءا من نائب الرئيس طارق الهامشي هاشمي وصولا إلى أحمد العلواني الذي هو في سجن البغدادي وفصولا إلى سامن جيف الذي تم قتل حراساته وجميع السنة إذن حتى الذين دخلوا في العملية السياسية تكون رأي عام لدى جميع هذه الحركات التي سميتها سواء المجلس العسكري ثوار العشائر أو هذه الفصائل المسلحة على أنه يمكن عقد تحالفات موضوعية بالتأكيد هم لا يردون نوع من الحكم يقود إبراهيم البدر السامرائي كخليفة للمسلمين ولكنهم في هذا الوقت أعتقد أنهم يعقدون نوع من التحالفات بالتأكيد سوف يصطدم في النهاية بمشروع الدول الإسلامية في عراق والشام ولكن الظروف الموضوعية مادام عدم لم نتوصل إلى حل سياسي في العراق وكذلك في سوريا سوف يبقى هذا التنظيم مضطرة هذه الحركات ولكن هنا سيد حسن أنت تعرف أن هذا التنظيم داعش أو الدولة الإسلامية متهم بعمليات قتل طائفي وتصفية عرقية وبالتالي نتحدث هنا عن طيف من الجماعات المسلحة والجماعات الشعبية وأتحدث هنا عن العراقيين يرون في هذا التنظيم إعلان خلافة إسلامية للتغطية على جرائم هنا سؤال هل تنصل مالكي اللحظة التاريخية بإعلان العفو عن مسلحي العشائر؟ لا أعتقد أنت تعلم أن معظم خلفاء المالكي عندما كانت فترة التدفق استراتيجية بدروس 2006-2008 كانت هناك مجالس الإسناد والصحوات التي قامت في المثالة السنية بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية أنذاك ولكن ما حدث في المالكي أنه بعد خروج القوات الأمريكية لم يستدخل هذه الصحوات بل عمد إلى اعتقال معظم قاضتها واتهامهم بالإرهاب هم أنفسهم بقضايا حسب قانون الإرهاب مادة أربع كما تسمى في العراق أربع سنة بمعنى أنه يستهدف من هذه السنة هذه كثير حدثت هجرة معاكس حتى الآن شيخ عشاء الأنبار وهو الشيخ علي الحاتم الآن بعد أن كان يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الآن هو من ضوي في إطار هذه الجبهة وصحيح لا يعترف بهم لكنه في النهاية موضوعيا أصبح في إطار هذا هذا ما حدث معظم لم يتبقى مع المالكي وبالتالي يقولون هناك بعض المتهمين يقولون أن الشيخ علي حاتم يسكن أربيل وبالتالي لا علاقة له بالثورة لأن هناك أزمة قيادة ثورة بلا رأس هذا صحيح لأننا نعلم أن هذه كما ذكرت هناك أربع مكونات أساسية جزء منها داعش ومجلس العسكري وثوار العشائر وثوار العشائر كما تعرف أقسام علي الحاتم هو مختلف عن عشائر الأنبار وكذلك كما قلت عشرات الفصائل المقاومة المسلحة لكل هذه الحركات أجندة مخارفة لكن ما يجمع كل هذه الحركات أو الفصائل أو المجميع هي القضية الأساسية وهو مواجهة المالكي طيب سيح حسن للمقاطع بعشر ثوانية هل وحدة الهدف تبرر التحالف مع التنظيم المسلح مثل داعش وهذا يعيدنا إلى الذاكرة مرة أخرى حينما تحالفت المعارضة العراقية مع الولايات المتحدة للإطاحة بصدام وظلت تدفع الثمن أعتقد هذا ما سيح لكن في هذه المرة مع عدم وجود القوات الأمريكية مع وجود صدع طائف كبير منطلق من العراق وصلنا إلى سوريا ولبنان أعتقد أن هذه الصراع الهوياتي والصدع ما لم يتوصل إلى حلول سياسية مع انفراد الأكراد في قليل والمضارب الاستقلال أعتقد أن وجود هذه الحركات سيبقى في تحالف الموضوعي ما بقيت هذه الأسباب الموضوعية من عمان سيد حسن هنياء المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة شكرا جزيلا لك إذا الملفات يتواصل من الغد العربي في لندن وفيه بعد الفاصل حماس تتواعد إسرائيل بدفع الثمن ردا على مقتل فلسطيني واعتقال الميات وعباس يطالب الاحتلال بوقف سياسة العقاب الجماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر